اذا كنت تشتري اي اسلحة او فضة او اي حاجة خاص لعبة سكالاند بونز او اي لعبة ثانية مثل الالعاب فيفا ادخل على الرابط للموجود في الوصف ولا تنسى انك تحط كود نوب مرحبا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم قبنا لكم فيديو جديد راح نتكلم في عن الفضة لانه كثير اسئلة وكثير انتقادات للعبة توصلني تتكلم عن انه الفضة تنتهي انك تستخدم فلوس كثيرة وما يبقى لك فيها كثير والله انا واحد يمفلس بس هذا الفيديو بنتكلم في عن الفضة واول شي بداية يعني بداية الخطوات انك تقمع الفضة تكون من هنا عندك هذا القايمة اه معرف اقدر اقدر اخذهم كلهم اه تاخذ هذا لكلهم وتروح تقيبهم ويعطوك منها اه يعطوك منها وش هذا اوكي ما قدرت اخذها لانه في هناك مهمة ما مخلصنها لنروح نشوف كذا ايوه في عندي مهام كثيرة ما مخلصنها في عندناها بحسن المهم انك تقي هنا وتاخذ المهام اول شي المهام اليومية اللي مكتوبة هي يومية بس هي تقريبا عن كل ساعة تتحدث اللي هي هذي مكتوب يومية هنا بس هي تتحدث كل كل ساعة تقريبا فيعطيك كميات قيدة من المواد الخام وكذلك تقدر انك تشوف هنا اذا كنت تلعب مع اصحابك اذا تلعب مع حد يعني يلعب دايما معاك فتقدر انك كل الحصون مثل اه تقدر انك تسيطر عليهم ما عاد يمكن حصن او حصنين اللي هي الحصون الصعبة بالنسبة لهذه بعيدة لكنك اذا فاضي تروح تقيبهم بالنسبة للحصون قد لك بعض الحصون مثل اذا اخذها لانها قريبة من الاسكال اللي موجودة هنا اللي خذيناها من هذا المكان اما هذي الثانيات فهذه تاخذها وهذه اذا بغيت تروح لها وفاضي عندك داوستر داوستر افضل انك تروح له مع صاحبك ما تروح يعني بروحك وشوف هنا عندك مهمتين فانتبه لانك لما تخلص هذه المهمة بتكون السفينة مشحونة وعندك نهب الحصن هذا القراند فنفس الحالة تقدر انك تخلصها سواء وحدك او مع اصحابك فهذا هي البداية فبتقمع كمية كبيرة 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 خصوصا الخضوة القايب تشوفوها لكن بتكلم يعني عن الكميات بس بتتقمع كميات كبيرة من المواد الاولية ومن ثم تقلي هنا المصنع سواء هذا المصنع اللي وين احنا الحين احنا الحين في شوف تقدر تصنع من المواد اللي خذيتها قبل شوية تقدر تصنع منها مواد ثانوية والمواد الاخيرة يعني اللي هو التوت الاسود والسعوط الفضة يتوقع فبكذا طبعا تركز انك تحتاج لكميات من الفضة شوي فبكذا اتوقع انك بتقدر تغطي كل الكميات اللي تحتاج لها للمصانع طبعا المصانع ما عرف واش فايدتها بعد ما تخلص تشترك الحاقه في اللعبة اه مسألة انك تروح لي الصدارة الموسمية اه ما اشوف منها فايدة لانه ثمانية اشخاص بس حتى يعني على اقل كان المفروض يقولوا ثمانية بالمئة مش ثمانية اشخاص بس لما توصل هنا اه لهذا المستوى من اللعبة يعني فما بتحتاج لها من مصانع اصلا لكن اذا كنت ريب توصل للصدارة الموسمية وهاكذا فتتبع هذي من ثم تروح للترقيات وهنا تقيب لك انتاق الصعود الفضي اللي هو اخر شيء الليفل 24 ومن ضمنها بتلقى كمية المواد المعروضة في صفقات الامداد بالنسبة 50 بما تشوف فانت لما تطور هذي انته تضرب عصفورين بحقير او ثلاث عصافر لانك تزيد السرعة تزيد الكمية تزيد يعني واقد حاجات تستفيد منها فانت خلص هذا بالنسبة للفضة خلص هذا للنهاية وامورك طيبة طبعا هنا بتفيدك نفسي ذا انك تخلصهم للنهاية لا انك بتدفع اقل فضة لكن اذا كنت فقط مسألة التجميع فتركز على الخانة الاولى مثل ما قلت تاخذ لك لهذا التحديات اليومية تسوي بروسس للمواد عشان تحولها للمواد النهائية ومن ثم تروح تبيع المواد النهائية هذي اللي هي الافيون لوتس الاسود متوقع كذا يسمع تروح تبيعها لرحمة والثاني اللي هو الشراب القمقمة الذهبية والقمقمة الذهبية الشديد تروح تبيعها لتشيرلوك والاكيد انها بتعطيك كميات او مبالغ كبيرة عسى انه يكون عندي هنا اقدر هي وهذا اقدر ابيع ويعطيك مئو ستة وخمسين هل تجعلها تبدو مفيدة؟ فكذا ما بتكون يعني الفضة ما هي حاجة كما تقول تتعقد لها في اللعبة الفضة متوفرة لذلك حد طلب مني اني اتكلم عن الهدف من اللعبة فاذا قدت تتكلم عن الهدف من اللعبة بصراحة يعني انت ما قالت تقمع فضة لانه الفضة تتقمع للمليون بسهولة وتروح عن المليون بسهولة فانت ما تقمع فضة الذهب هذه عملة عملة الانجيم بيرتشيس فما هي الهدف من اللعبة بالنسبة للمكافأات تراها للموسم بالنسبة لهذه العملة الذهبية والسيادية خلاصا الذهبية الحين بقدر اقمع ميتين الف واربعمائة الف توقع من هذا الرن كم عندي كم عندي المصانع ستة وخمسين فلو تضرب ستة وخمسين ضرب الاربعة آلاف وخمسمية ميتين وخمسين الف من رن وحدة فاكيد ان العملة الذهبية ما هي الهدف من اللعبة السيادية قمعت كل شي فانا ليش لعب بس عشان اوصل للثمانية الاولانيين مثل ما قلت المفروض ان يقولوا الثمانية بالمئة والعشرة بالمئة الاولانيين لكن الحين بالضبط صراحة ما عرف واش الهدف من اللعبة خصوصا هم ما قالسين ينزلوا تحديثات مثل شهرية في الشهر يجيبوا لك كونتنت وكذا حاجات واقل يعني تريد انك تلعب اللعبة عشانها فبالصراحة هذا السؤال يعني محيى بس بالنسبة للفضل مثل ما قلت لكم الفضل سهولة تقمعوها وما تتعانيوا ابدا في شأنها هنا نكون وصلنا لنهاية المقطع اتمنى ان اعجبكم اتمنى انكم ضغط على زر سبسكرايب زر اللايك ودعم القناة عن طريق شير ونشوفكم فيديو اخر والسلام عليكم اشتركوا في القناة